انضمت مدينة طول كرم للمقاومة المسلحة بعد اكتمال تشكيل خلاياها بحسب بيان لمجموعة عرين الأسود وأفدت المجموعة أن المقاومة في الضفة باتت تملك درعا وسيفا فيما حمل البيان رسالة للاحتلال ولآخرين بأن العرين باق ولم ينتهي رغم اغتيال قياداته واحدا تل والآخر في عمليات عسكرية مستمرة منذ نحو عام آخرها مجزرة نابلس الأربعاء والتي أصفرت عن ارتقاء ستة من مقاتلي العرين اثنان منهم من أبرز قادته الميدانيين وكانت مجموعة عرين الأسود أعلنت في بيان صحفي آخر في وقت سابق انضمام خمسين مقاتلا جديدا لصفوفها منذ تشيع شهداء مجزرة نابلس مؤكدة أنها ماضية في طريق لا مجال فيه لرجوع خطوة إلى الوراء موسيقى موسيقى موسيقى